السلام عليكم مرحبا بكم في قناة ديدو سمدي هالنهار ان شاء الله نتكلمو على ثلاث طرق لعلاج الاسال عند الانانيب كنظرنا هاد الموضوع راه جميع المربين دي الانانيب رامك يقلبوا عليه اه لذا انا قلت ان هاد الموضوع راه موضوع الساعة اه ان شاء الله ادي نفسر لكم جميع الطرق لعلاج الاسهال عند الانانيب اذا قبل حديث عن هذه هذه العلاجات الثلاث اه سوف نتحدث عن الاسباب دي الاسهال اولا عند الانانيب باختصار توجد الاغذية او النباتات الخضراء التي تقطف وتعطى للانانيب مباشرة بعد اه يعني دون وضعها في الشمس وكذلك اه قشور الخضر قشور الخضر التي توجد بها مياه يعني هي بقى فازقا ونعطيها الانانيب كذلك انها تسبب الاسهال عند الانانيب اذا ما هو الحل الحل وهو عبارة عن ثلاث علاجات وكلهم يعني متاحين اه موجودين عندكم في الدار اه وتامان ارخيص اول حاجة وهو الخل العادي فالخل هو علاج جد فعال لالاسهال بحيث نضع ملعقتين في لتر من الماء لمدة اربع ايام وسنلاحظ ان الارنب المصاب اه بدأ يتعافى تدريجيا اه وهذه الطريقة ممكن اه اعطاؤها لجميع الاعمار اه وحتى الامهات المرضيعات او العشار اذا هذه الطريقة الاولى نشوفو الطريقة الثانية الطريقة الثانية وهذا العلاج يعني فالطريقة هذه اللي غادي نتكلمو عليه هو ليس علاج تدريجي وانما علاج فوري اي ان الارنب سيشفى في اليوم الاول باذن الله وخصوصا الامهات المرضيعات بحيث اه لا يسمح للام المرضعة ان تمردها في هذه الفترة لانك تنك تردع ما عندش الحق انها تمرد لانها عندها الصغار ديالها اه كيحتاجها الارضاع اه وهناك نقطة اه ايضا مهمة وهي ان الام المرضعة حينما تمرد بالاسهال اه ممكن ان تضع فضلاتها في بيت الولادة وبالتالي اذا كانت هذه الفضلات اه عبارة عن مياه جارية فان الصغار سوف يتاثرون ويصابون بالجرب قبل خروجهم من بيت الولادة يعني قبل ما يخرجوا راغا دي يكونوا مراضين بالجربة وانتم راغا تقولوا ما عارض اسموا واقع او هي راغي يعني الانثى ديال الام ديالهم كانت مريضة ويعني لوتك لهم المكان وجعلات ان الصغار ديالها قبل ما يخرجوا يكونوا مراضين بالجرب لا قدر الله اذا هاد الدواء هادا نتكلموا عليه وهو هو في حقيقة دواء بشري يعني الاسم دياله سميكتا سميكتا راه معروف يعني دواء معروف اي بيت ممكن انكم تلقوا عنده سميكتا ان هو دواء عبارة واحد الخنيشات الخنيشات بودرة كما قلنا هو دواء بشري التمن دياله تلاتين درهم ولي كان راه فيه بزاف ديال الخنيشات راه فيه يكنشي تلاتين حبة ولا خمسة وثلاتين حبة المهم ان اللي غا تحتاجون انتم ما غيخ خنيشة وحدة خنيشة وحدة ممكن انكم تعطيوها تديروها مع الماء وتشربوها يعني اما تخليوها تشرب على خاطرها اما انتم ما تشربوها بشي محقانا محقانا تحينو لهذه الشوكة وتشربوها لها وكنوا متأكدين انها غادي تشفى فورا يعني هادي راه بتجريبة راه من اليوم لليوم الاول ان شاء الله غادي ستشفى اما هدا دباد الدواء الثاني دبان هضرو على الدواء الثالث وهو رخيص ومتاح وهو في بساطة التبن التبن او الدريس كما كيسميوه يعني الفلاحة بحيث ان هاد التبن يعمل على تجفيف العصارات يعني تجفيف الامعاء عفوا تجفيف الامعاء من العصارات الهضمية وطريقة دي الاستعمال هي بجد بسيطة وهي اعطاء التبن لمدة يومين متتاليين حتى يشفى تجفى الامعاء المصابة باذن الله وما خاصش يتعطاء معه الماء يعني من يتعطيوه التبن حيدو عليه قطعوه له الماء هادوك الامعاء قطعوه له الماء وان شاء الله غادي غادي يتشافه لان هذا التبن كيجمع لهم كرشهم وكي يبرعه عندك التبن اللي باينا نهضره عليه هو نوعان كين الاصفر تبن الاصفر وكين تبن الاخضر هو قليل في السوق يعني الاغلبية كيكون موسم ديال الحصاد يعني كتكون يعني التبن كيكون اصفر به هاد طريقة انتم ما دراع كين راني دلت الخبز بخلطوه لهم عشوية ديال التبن انتم ما يلا كيبال لكم انا غا نوريكم بتاع هذا الذكرة هو دير الخبز وراها معاه شوية ديال التبن يعني في نفس الوقت ان التبن يجمع له شوية كرشو هو ما كيدراش التبن غيك لا عطيتوه لهم غيب بوحدو كونو متأكدين ان الارنب غادي يكون غيك يحس بالشابع وما غاديش يتأثر يعني مثلا الاينات نقوله غادي يسمانو لا التبن هو احساس بالشابع كيخلي الارنب يحس بالشابع فقط وهو دواء فعال لقضية ديال الاسهال اما التمان ديالو هالتبن هو في حقيقة رمي ممكنش يتجاوز يعني هو بالاحنا كنسميها بالاحنا كبيرة كبيرة يعني فيها بزاف يعني ممكن انها تضرب لكم سيني لذاك البالا المهم انها ممكن انتو ما تحتاجوا لهذا العلاج هذا هي البالا كلك تدير عشرين درهم ولكن انتو ما خاسكم مثلا غي حفنة حفنة ديالتبن ممكن انها تعطا لكم مجانا يعني التبن راكيب قا غي في الاسواق غي مليوح يعني ممكن انكم تطلبوه من عند البائع ديالتبن كتكل البالا وكيكون حفنة ديالتبن ما غاديش يحسبها لكم قعب شي تمال لان البالا كاملة كتسوي عشرين درهم ممكن انكم تخلصوا هات السيين ممكن تعطيوه درهم جوجدرهم يعطيكم يعني واحد كمية اللي ممكن انكم تستعملوها للقاطيع كامل كامل لان التبن ارخص مما يكون صافي وكي اتشافه يعني كما قدتكم قطعوه عليه الماء اللي تعطيوه التبن لي مدة يومين يومين قطعوه عليه الماء وهذه رابت جريبة يعني جربتها وهو ايضا مكمل غذائي ممكن انكم تستعملوه كمكمل غذائي اذا هاتو مثلاثة ديالتطرق ساهلين كين الخل كما قدرنا كين سمكتا سمكتا وهو خنيشات ودواء بشري الاج بشري وكين التبن هادو ثلاث طرق يعني ممكن انكم تقدموهم الالانب ديالكم وما تخافوش منهم وتتمن ديالهم رخيص رخيص للغاية اه حنكم هاد الافكار تدخلوهم في الذاكرة ديالكم ولا قدر الله كانت شي مشكيل تكونوا على اهب الاستعداد يعني ما تكونوش تشوفوا الارناب مريد قدامكم بالإسهال وتقولوا اه راه مريد بالإسهال ولكن ما معرف نسمو نديرولو اول حاجة اللي كتكون متاحة في الدار هو الخل بدولو بعدها بالخل وكين اعوتاني سميكتا بالنسبة للأمهات اللي خصهم ضروري انهم يردعوا خصهم يعني علاج فوري اسميتو السميكتا واحد خنيشات بودرة وكين تبن تبن ايضا كذلك يكون عندكم اه واحد خنيشة هكا حد الحفنة ديما تكون موجودة فيما تشوفوا الارانب ديالكم بالكرش ديالهم بدات كتجرة صافي اعطيهم للتيبن وان شاء الله يكون الخير اذا دا هو موضوع ديالنا ديال هذه الحلقة كنظن انني وصلتكم الفكرة كنشكركم على التعاليق طيبة ديالكم الناس يمازال ما يشاركوش معنا يشاركو معنا قناة غادية بالدعم ديالكم دعمونا بزر جام وتكيولا زر الجرس كيصلكم الجديد ديالي ان شاء الله الى اللقاء في الحلقة المقبلة ان شاء الله شكرا مجمع ترجمة نانسي قنقر